السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بسمعني معكم الأستاذ صفاء من قناة اليوم اشتركوا في القناة قصة عن السرقة وصفي حواري قصة أخرى عن السرقة قصة مختلفة عن هذه القصة قصة شاهدت زميلي يسرق امرأة بسبب المخدرات القصة طبعا سرد القصة لا يوجد بها مقدمة من السرد مباشرة كنت أمشي في أحد شوارع المدينة في ساعة متأخرة من الليل عندما رأيت زميلي أحمد يقف خلف امرأة وضعني يده على كتفيها ولقد كانت المرأة ترتدي ملابس شفافة وشعروا من سدل على كتفيها وبدأ عليها أنها في حال السقر اقترب أحمد من المرأة وبدأ يتحدث معها وكانت المرأة تحدث بصوت متلعثم ويبدو أنها لم تكن تفهم ما يقوله فأمسك أحمد بحقيبة المرأة وحاول سحب المال منها فصرخت المرأة وحاولت انتزاع حقيبتها من يده لكنه كان أقوى منها تمكن من سحب الحقيبة منها رقد أحمد بعيدا بينما كانت المرأة تبكي وتنادي على الناس لمساعدتها لم أعرف ماذا أفعل كنت مصدوما مما رأيته لكنني لم أستطع أن أترك المرأة تعاني وحدها رقدت خلفه وأمسكت به من كتفه وحاول الحرب لكنني أمسكت به بقوة صرخت في وجهه وقلت له ما الذي تفعله لماذا تسرق هذه المرأة لم يرد أحمد على سؤالي وقلت له سأعيد لك الحقيبة إذا أخبرتني لماذا فعلت ذلك فتردد أحمد قليلا ثم قال أنا مدمن على المخدرات ولا أملك المال لشراء أي منها وأحاول سرقة المال لأشتري المخدرات فشعرت بالشفقة على صديقي كنت أعرف أنه شاب جيد لكنه وقع في فخ الإدمان أخبرته أنني سأساعده في الحصول على العلاج فوافق وذهبنا إلى مركز علاج الإدمان وفي الأخير أصبح أحمد شخصا مختلفا بعد العلاج وأصبح صديقا حقيقيا لي قصة شاهدت زميل ياسق امرأة بسبب المخدرات وقدمت هنا نصيحة لصديقي وعلشت هذه الأثة نمط سردي وصفي حواري ووظفت السرد والوصف والحوار السرد للأفعال المواضية لنصر الزمان المكان والشخصيات بينما حينما وحروف الجر وحروف العطف وغيرها الوصف هنا التعبيرات المجازية ونعط لأضافات والأحوال جمال الخبرية أيضا الحوار قائم بين بين زميلي هنا أحمد بين أنا وأحمد حوار قائم بين شخصين هنا أمشي هنا فعل مواضي سرد كانت سرد وضع خط تحت السرد أولا كانت كنت أمشي اقترب هنا ده سرد أيضا كانت أمسك أمسك سرخت هنا في ساعة متأخرة وظفنا الزمان شوارع المدينة للمكان أمسك 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 ثم أمسك 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 أنا أجد الوصف عندينا نعطي ضفات أحوال شفافة صفة أمسك ثلاثم ثلاثم وقع في فخ الإدمان وصفة تعبير مجازي الحوار الحوار هنا نجد الحوار هنا قلت له ما الذي تفعله لماذا تطلق هذه المرة لم يرد ده هنا الحوار بيني وبين صديقي قلت له قاله أنا من المخدرات هنا الجزء ده حوار أترك فراغ في بداية القصة مسافة كلمة في بداية القصة في النهاية أيضا أترك فراغ مسافة كلمة هنا أترك فراغ أيضا قصة عن الصرقة نمط سردي وصفي حواري شاهدوا فيديوهات الأخرى الموجودة في القناة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة